لا مقولة ان مصر معرضة للإفلاس مقولة مش 99% 100% غلط الإفلاس معناها انك انت عاجز عن سداد مستحقات الدول الأخرى أو الدائنين بطريقة نهائية يعني فشلت ووقفت ومعندكش أي موارد انك انت تقدر تدفع بيها احنا قد يكون عندنا بعض التأخر قد نعيد جدولة بعض الديون عشان تأجلها ترحلها يعني تطرح سندات جديدة عشان تدفع بيها السندات الاستحقت ودي بتترمي على سنين قدام مصر جنية جدا بالموارد الطبيعية والبشرية اللي فيها عندنا مصادر دخل لا نهائية وبالتالي من الصعب جدا بالوة من المستحيل ان احنا نقول ان مصر تفلس او معرضة للإفلاس على الالف الخمسين سنة اللي جايين يعني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة